اشتركوا في القناة او جهاز اداري مترهل ازاي نعمل اصلاح اداري او هيكلة الاعتماد على البحث العلمي ازاي يكون عندنا ابحاث علمية قابلة لتطبيق مش بس تكون ابحاث نظرية تتحطى في الادراج او على الارفف النهاردة معانا في المواضيع اللي بكلم حضراتكم عليها دكتور عماد مهنة استاذ التخطيط الاستراتيجي والاقتصاد السياسي وهو ايضا رئيس اللجنة المركزية لمجلس علماء مصر التابع طبعا لمؤسسة الرئاسة والفقرة التانية هيشرفنا فيها دكتور علي عبدالعزيز نائب رئيس جماعة عين الشمس للدراسات العليا والمشرف العام على قطاع مراكز نقل التكنولوجيا والابتكرات كل ده بنتكلم فيه في نفس الوقت اللي فيه اخطار بتحيط بالمنطقة اللي طبعا فيه تطورات مهمة هنتكلم عنها النهاردة وداعش وسيطرتهم خلال اليومين اللي فاتوا على اجزاء مهمة من الاراضي العراقية والسورية هنعرض مع حضرتكم كل هذه المواضيع ونتكلم فيها لكن نبتدي من اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت اللي بدأ النهاردة في الاردن تحت رعاية الملك عبدالله الثاني عاهل الاردن ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من القادة والمسؤولين الدوليين الرئيس القى كلمة في المنتدى قال فيها ان المنطقة العربية بتشهد تحولات جزرية وبتواجه تحديات جسيمة على مختلف الاصعادة سياسيا وقتصاديا وطبعا امنيا وان ده بيتطلب ان احنا نكون مدركين لعمق وخطورة هذه التحديات ان لازم جهود المجتمع الدولي تتكاتف لمواجهتها قال برضو الرئيس اننا وعيين ان عندنا نافذة ديموغرافية ممتدة حتى عام 2050 للاستفادة منطقات وقدرات الشباب في سن العمل خلال هذه الفترة وان الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ برنامج شامل للتنمية حتى عام 2030 الهدف منه جذب الاستثمارات وتشجحها للعمل في مناخ امن ومستقر ان تعزيز دور الشباب لم يعود من قبيل الطرف وانما اضحى ضرورة لا غنى عنها لا سيما في الدول والمجتمعات التي تضم نسبة كبيرة من الشباب بكل ما يمثلونه من امل في المستقبل وطاقة دافعة يتعين اتثمارها وتوجيهها نحو الاطار الصحيح للاستفادة منها في دفع عجلة الانتاج واحداث التطور الحضاري والتنموي المنشود فتوافر فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل يعد اهم سبل الحفاظ على الشباب والتسمار طاقاتهم وذلك تلافيا للتداعيات الناجمة عن اهمال هذا القطاع الحيوي من المجتمع وتركه فريسة للتطرف والارهاب اخزا في الاعتبار ان قسما كبيرا من الشباب يجيدون استخدام وسائل التكنولوجيا والتواصل الالكترونية الحديثة انني على ثقة من ان ما سيشهد هذا المحفل من حوارات بناءة وتفاعلات مسمرة سيقوي علاقات العمل القائمة بين المشاركين كما سيدع قصص علاقات جديدة وممتدة تستفيد من الافكار التي تطرح خلال الاجتماعات وحلقات النقاش وانطلاقا من حرص مصر على الاسهام في تعزيز وتوسيق تلك العلاقات وفي اتاحة الفرصة للمزيد من تبادل الرؤى والانفتاح على الافكار الخلاقة فانني اعلن عن استضافة مصر للاجتماع القادم للمنتدى الاقتصاد العالمي حول الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مايو 2016 معانا على تليفون مع الاستفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق برحب بحدك معانا يا فندم شكرا يا فندم اهلا وسهلا بحدك بتأكيد عايزة اعرف اولا فيما يتعلق بدلالة استقبال مصر للمنتدى ان شاء الله في مايو 2016 سانيا انه اي تجمع او اي محفل دولي بيكون فرصة للرئيس عبدالفتاح السيسي انه يتكلم على خطورة الارهاب الموجود في المنطقة ودعوة المجتمع الدولي للتكاتف علشان طبعا التعامل معاه يعني في كلمة السادة الرئيس امام المنتدى الاقتصادي العلني في البحرينية في الاردن اليوم حقيقة السادة الرئيس تناول عدة نقاط هامة بالنسبة لمستقبل المنطقة سواء من ناحية الاقتصادية او من ناحية الامنية والسياسية وطبعا زي ما حضرتك تفضلته واشرته ان مصر حتى اصطديف الاجتماع القادم في مايو 2016 ايه ان شاء الله هذا طبعا المنتدى الاقتصادي العلني ده محفل اقتصادي عالمي في غاية الاهمية بيجمع كبار رؤساء الشركات متعددة الجنسية اه والبنوك المصارف العالمية الكبرى والعديد من قادة الدول وكبا تعلمين حضرتك هو بيقضي بيعقد مرة في الشتاء في سوسرا ومرة في الصيف او قبل الصيف بقليل في الاردن اه لا شك انه اشارة السيد الرئيس الى ان مصر اه وضعت خطة تنمية شاملة حتى 2030 لا شك ان هي هتطفي على اعمال الاجتماع القادم في مصر العام المقبل اهمية كبرى واتمنى من اليوم وحتى انعقاد القمة يكون عندنا ان شاء الله مجلس نواب وتكون مصر حقاقة تقدم ملموس على صعيد المشاريع الكبرى ان شاء الله هنكون اكتحنا المشروع القومي الكبير توسيع قناة السليس في اوستش المقبل ولا شك انه وحنكون انجزنا الكثير على صعيد توييد الطاقة خلال هذه الفترة كل هذا سيعطي دفع قوية للمشاركة المصر لكن السيد الرئيس من الحياة الاخرى ايوا فان تحدث عن التحديات الامنية والسياسية اللي بتواجه المنطقة وربطها بعنصرين اساسيا العنصر الاول هو التكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي والعنصر التاني هو الشباب كفرصة كبرى لتوزيف طاقة الشباب لإعادة بناء المجتمعات العربية على اسس ديمقاطية واعتقى فرصة للشباب ان هو ينخرج في العمل العام عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي وان هي هذه الوسائل تكون حضرتك دافع للتقدم والتواصل بين الاكيال بدلا ان تستخدم في تغذية الافكار المتطرفة تمام تمام يا مع الاستفير انا بشكر شغل جزيلا على الاستفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الاسبق اشتركوا في القناة